ثانيا أحبائي القيامة تؤكد على عصمة الكتاب المقدس إن تفاصيل الصلب وتفاصيل القيامة لو أخذتها إلى محكمة لا تندهش من كم البرهين وكم الإثباتات وأن الكتاب المقدس يسير حول محور واحد هو الفداء الكامل بواسطة موت يسوع المسيح وقيامته من بين الأموات القيامة المجيدة لقد أكدت بكل وضوح الهدف الذي جاء من أجله يسوع من سفر التكوين إصحاح ثلاثة والآية خمسة عشر الذي سيأتي من نسل المرأة ويسحق رأس الحية على الصليب وكل النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح في أزمنة مختلفة ومن أنبياء كثيرون سواء داود قبل ألف سنة أو إشعياء سبعمائة سنة وأنبياء كثيرون من العهد القديم وصواء الرموز من خلال الذبائح التي تمت في شخص يسوع المسيح ثم ماذا عن رسالة الملاك يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ثم ماذا عن رسالة يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم بل يسوع المسيح نفسه قالها مرارا وتكرارا أنه سيأتي وأنه سيذهب إلى أرشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة وأنه سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم وتكلم يعني حتى قبل الحدث وجه نفسه أو وجهه إلى أرشليم نحو الصليب في أرشليم في الوقت المعين وفي الوقت المحدد في عيد فصح اليهود نعم أحبائي قيامة المسيح أكدت أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها الحية الباقية إلى الأبد التي لن ولا تتغير ولن تتبدل وأن كل مخطط الله صار بإحكام تام وبتناغم وإنسجام كامل أحبائي نعم كل هذا المخطط تم في ربنا يسوع المسيح لأن الله وحده يعرف البداية من النهاية ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة